بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس أبدأ حلقة اليوم بعزاء واجب للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة الفاضلة شقيقته قبل بس ما أتكلم عن أيضا عزاء آخر لصديق وعزيز الحقيقة لكابتن أمير توفيق عايز أتكلم بس في نقطة عزاء كابتن خطيب أو أختك كابتن خطيب الحقيقة أنا وأنا جاي إحنا لسه مخلصين العزاء وجينا على الشغل بتاعنا علشان نتكلم مع جمهور النادي الأهلي ونقول لهم إيه اللي بيحصل والدنيا ماشي إزاي لكن الحقيقة وأنا كده بخش على السوشال ميديا عشان أشوف هي ليه الناس مستغربة وهم طبعا بعد ما لا يشجع النادي الأهلي هما ليه مستغربين أن كل مصر فعزى كابتن محمود الخطيب أنا الحقيقة مش عارف كابتن محمود الخطيب يعني مش عايز أتكلم عنه عشان ما يقولكش أنت بتطبله وبتعمله الكلام اللي بيقعد يتقل ده كابتن محمود الخطيب ده أسطورة كبيرة جدا في عالم كرة القدم ورئيس أكبر نادي في مصر ورئيس أكبر نادي في أفريقيا ورئيس أكبر نادي في الوطن العربي وعند الأهلوية رئيس أفضل نادي في العالم عند الأهلوية فطبعا لازم يكون متواجد كل مصر المحبين والناس اللي كانت حتى بتنافس الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات السابقة واللي قبلها وشفنا رموز للنادي الأهلي القديمة كانت موجودة النهاردة وشفنا وشفنا هذا هو النادي الأهلي وهذا هو ما يحدث داخل النادي الأهلي على فكرة صعب أن أنت تشوف ده لأن أنا شفت برضو بعض التهكم بعض التهكم من البعض الحقيقة على هذا الأمر نحن جايبين صورة للكابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طهر هو بيسلم عليه والناس مبسوطة بهذا المنظر وبهذا الشكل وبيقولوا مش هنشوف ده غير في الأهلي هذه هي الحقيقة هل ده ممكن تشوفه في نادي تاني حد يرد علي هل ده ممكن تشوفه في نادي تاني لو سمحته رده علي وهنا أنا ما بتكلمش في أي حاجة أنا بتكلم هل وده كلام ده أنا بوجهه لبعض من لايه يشجع النادي الأهلي لأن أنا عارف أنه هما بتفرجوا كتير قوي على على قناة الأهلي وعلى هذا البرنامج تحديدا لكن أوكي أنا بقولكه وبحق ربنا هل أنت ممكن تشوف الوضع ده في نادي آخر أنا سامع الإجابة والله بجد أنا سامع الإجابة وسمحها كويس لأنها واضحة النادي الأهلي نادي أكبر نادي في مصر وأكبر نادي في أفريقيا وهو النادي الأكبر في كل عند الأهلوية حتى في العالم كله لما تيجي تكلم مع أهلوية يقولك أحسن نادي في الكون أعظم نادي في الكون آه إحنا كده الأهلوية كده فليه الناس مستغربة أن مصر كلها في عزل كابتن محمود الخطيب بعد مش الناس مستغربة بعد ما لا يشجع النادي الأهلي مش عالف ما كانوش مثلا مصدقين أنه ده ممكن يحصل على فكرة زي ما قلت لحضراتكم الكابتن محمود الخطيب الناس كلها بتحبه الناس كلها عارفة كويس والناس كلها عارفة أنه هو إنسان محترم كابتن فاروق جعفر موجود وكان متواجد معه وسلم على الكابتن خطيب وطبعا علشان يعزيف أخته وكل الناس كانت موجودة الحقيقة العميد محمد مرجان كان موجود النهاردة كل رموز النادي الأهلي القدامى والحاليين اللي موجودين واللي الحقيقة كان نفسهم يبقوا موجودين تواجدوا ودائما شفنا الأستاذ محمد أبو العنين الحقيقة وكيل مجلس النواب وطبعا صاحب أو رجل الأعمال ومالك نادي سراميكا كلوباتر الحقيقة يعني ناس كتيرة جدا كانت متواجدة أنا بس بتكلم على يعني ده اللي أنا شفتوهم يعني ده المشاهد اللي أنا شايفها مع حضراتكم على الشاشة لكن مصر كلها كانت موجودة في هذا العزاء طبيعي جدا يا جماعة أنا عارف أنه أنتوا دايما أو بعد من لا يشجع نادي الأهلي بيحاولوا أنهم ياخدوا أي حاجة لمنطقة علشان يعني يشك الجمهور نادي الأهلي في أي حاجة والله هو ده اللي بيحصل خلال هذه الفترة اللي بيحصل حاجة واحدة بس بعد من لا يشجع نادي الأهلي بيتكلموا أو بيحاولوا أنهم يشككوا في أي حاجة تخص النادي الأهلي في أي حاجة تخص النادي الأهلي عاز رئيس النادي أو أخت رئيس النادي يقول لك مش عارف إيه لعيب بتجيبه يقول لك إيه لعيب ما تودين في حتة تانية يقول لك كذا وكذا والحاجات اللي حضراتكم بتسمعوها ده أنت مالك أنت مالكو خلي كل واحد في ناديه وخلي كل واحد يتكلم عن ناديه هو أنت فارق معاك أنا جبت إسلام ولا ماشيت إسلام أنا عارف أنا عارف أن كله دلوقتي بيعمل كده بيعمل كده ليه لأنه عارف أن النادي الأهلي دائما دائما عندما ينظر ويفكر وبيخسر دوري مرتين وراء بعض تبقى الرجعة مهمة جدا والرجعة بتبقى صعبة على بقية الأندية لأنه هو النادي الأهلي كده فأنا عارف أن كله بيحاربك علشان كل الأندية أو معروف مين بتحاربك علشان ما ترجعش مرة تانية لكن ده مش هيحصل حتى في العزة يعني أنا استغربت جدا لقيت الناس كلها عملا تكلمني إيه يا جماعة ده حتى في هذا الأمر الحاجة اللي ما بيننا وما بين ربنا بتأملوا فيها كده ده موقف إنساني ليس له علاقة ولا بكرة قدم ولا بشيء خالص إيه اللي بيحصل هو مصر كلها راحت للكابت الخطيب لأنه إنسان محترم وبيروح للناس كلها موجودين في يعني سواء أعضاء فريد الألي أو غير أعضاء فريد الألي بيروح لهم كلهم ده طبيعي بالمناسبة حاجة تنرفز والله العظيم حاجة أنا بجد تنرفزت جدا من اللي أنا شايفه من بعد من لا يشجع النادي هم قليلين أنا شايف لكن كله بيتبعتلي أصلا أنا أول بول كله بيتبعتلي فبشوف الحقيقة هذا الكلام فببقى متدايق جدا حتى هذه الأمور الإنسانية فقط بتعملوا فيها كده يا أخي عاب عليكم خلوا الكرة للكرة وخلوا سوشال ميديا للسوشال ميديا والنهاردة حلقة النهاردة حنعملها باسم السوشال ميديا الأهلي والسوشال ميديا والسوشال ميديا المضادة بالمناسبة الأهلي والسوشال ميديا المضادة اللي هي ضد النادي الأهلي أنا هنا حتكلم أو الفقرة اللي جاية حتكلم عن إيه اللي بيحصل ضد النادي الأهلي على سوشال ميديا وليه أنا بتكلم حقول لحضراتكم أنا ليه بتكلم في هذا الأمر لكن الأمور الإنسانية الحقيقة يعني يا جماعة مش كده بجد والله حاجة يعني الواحد متدايق جدا جدا من اللي بيشوفه على سوشال ميديا من السوشال ميديا المعادية للنادي الأهلي أو اللي ضد النادي الأهلي لأنها ما يصحش كده ده اللي أنا هقدر أقوله في هذا التوقيت أيضا النهاردة الحقيقة كان هناك اجتماع لمجلس أو أنا آسف للجنة الكرة طبعا أسطورة النادي الأهلي كابتن حسن حمدي وهو متواجد وحنوالي حضراتكم طبعا الكابتن حسن حمدي والمجموعة كلها الحقيقة موجودة علشان تعزي الكابتن محمود الخطيب في وفاة أخته كل اللي نفسك تشوفه كنت تروح وتشوفه في عزة أخت الكابتن الخطيب لأنه إنسان محترم بيحترم الجميع وبالتالي الجميع بيحترم كابتن محمود الخطيب ترجمة نانسي قنقر